اشتركوا في القناة كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجر فقال في كل ذات كبد رطبة أجر ترجمة نانسي قنقر